ممنوع حكم الإعدام بحسب طبعاً القوانين الرومانية لازم يكون يصادق عليها الوالي بيلاتوس أخذوه للمحاكمة ما تسمى المحاكمة المدنية واستشف من الحديث بيلاتوس أنه أسلموه حسداً وبيلاتوس عدة مرات عبر لليهود أنه المسيح بريء وحاول يقنعهم ببراءة يسوع المسيح لكن أصواتهم ابتدأت تعلو أكثر وأكثر فجلد المسيح والجلد الروماني قلنا أنه أغلب الناس بتموت تحت الجلد الروماني لكن المسيح كان عنده بنية قوية جداً وبعدين تاج الشوك أحبائي ثم أخيراً أحبائي أطلق بر أباس لأنه رفضوا أن يطلقوا يسوع حتى زوجة بيلاتوس قالت له يعني شفت بحلم وتقلمت من أجل هذا البار إياك وهذا الإنسان مع كل ذلك خلاص وصلت الحالة أنه أنكروا دينهم وهو لما بكتش الدين من الله الدين سعتها أنت بتحرك فيه وبتلاعب فيه بحسب الظرف إذا أنت في الغرب بتخليه إيمان غربي إذا أنت في الشرق بتخليه إيمان شرقي إذا أنت في بلد متعصب متزمت بتخليه متعصب متزمت فهذا هو الدين اللي بيقود إلى التعصب وإلى التزمت وصل معهم الحالي قالوا لبيلاتوس يعني إذا ما فعلتش هذا الأمر أنت لست محبا لقيصر وأخيرا طبعا في حالة تصويرية بيلاتوس جاب يعني طشط مي وغسل إيديه وقال أنا بريء من دم هذا الصديق قالوا اليهود دمه علينا وعلى أولادنا أحبائي يعني شيء صعب جدا والي روماني عم بيشوف براءة المسيح وهذا بيلاتوس شخصية محنكة وشخصية فذة وفاهم ألعيب رؤساء الكهنة في أيام يسوع المسيح وحكى لهم أنا مش شايف فيه أي علة وقالوا لا لست محبا لقيصر بعدين قالوا عبارة خطيرة جدا قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر إلا قيصر وطبعا بيلاتوس حكم على يسوع المسيح بالموت والمحكوم عليه أحبائي لازم يحمل الصليب ويسير طبعا إلى خارج المدينة والموضع مكتوب عنه مكان جمجمة أو جلجثة وهناك كانت حادثة الصلب إخوتي وأخواتي كل هذا تم على فكرة في ساعات لأنه صمموا عوزين يقضوا على يسوع قبل العيد ولم يدركوا أنه يسوع هو الفصح لهذا العيد المسيح فصحنا كما قال الرسول بولوس وكلها بساعات أحبائي في الليل من بعد نص الليل للصباح الباكر إذا حكم عليه الساعة الثمانية يمكن الصلب على الأغلب كان يعني الساعة تسعة تسعة ونصف عشرة صباحا بتوقيتنا أنا بتكلم لأنه في الموعيد الرومانية كله تم بسرعة بسرعة أحبائي أخدوه طبعا الجند الروماني خارج المدينة حتى يصلبوا هناك